بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مشاهدين الكرام تحية طيبة مباركة في هذه الأمسية الطيبة في لقاء طيب ماتع حصة عنوانا أخضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عنوانها حامل نسك ستكون حصة ودية حصة في لحظات صفاء وودين نتكلم مع شيخ من مشايخنا عن تجارب عن وقائع عن أصفار عن مشاهدات سنسأله عن أسئلة متعددة سنكتشف فيه الوجه الآخر أشياء ربما لا تظهر لنا من هذه شخصية المرموقة العلمية الكبيرة ألا وهو شيخنا الكبير الشيخ محمد الهادي الحسني حفظه الله شيخنا مرحبا بكم تحية طيبة في هذه الحصة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برك الله فيك على تشريفي بهذا اللقاء إن شاء الله الذي نرجو أن يكون خفيفا على أسماعي وأنظاري المشاهدين الكرام حفظكم الله شيخنا لحظة مباركة لحظة طيبة نحيي فريق الإعداد شيقانات القرآن الكريم على هذه الفكرة العظيمة فكرة عظيمة لماذا؟ لأنها ستظهر شيخنا على طبيعته على سجيته هذا الشيخ الواقور الذي نعرفه مؤرخا واعظا ناصحا سننظر إلى الوجه الآخر سننظر إلى بعض الأشياء المخفية عنه التي ربما لا يعرفها كثير من الناس أحسن المعدون الظن بنا فرشحون لأن نكون محاولين لكم طبعا لأن الله سبحانه وتعالى قد أحسن بنا من قبل ومكننا من أن نصاحبكم ونسافر معكم وندرس عليكم ونزعم أننا نعرف كثيرا من الأشياء التي ربما لا يعرفها إلا قلة من ناس عنكم الشيخنا القاناة أو الفضاء الذي فتح لنا هذا المجال هذه الجلسة التي سوف لن تكون جلسة حوار أو جلسة سؤال وجواب بل ستكون جلسة طبيعية أسألك فيها أسئلة قد لا تتخيل بعضها ستكون مفاجئة لك وأعلم أنك قادر على التعامل مع المفاجئات اختارت القناة أن تكون الحصة بهذه الطبيعة هذا الحيز الذي مكننا من هذه الحصة أول كلمة أسألك عنها قناة القرآن الكريم هي قناة أنا فيها منذ عشر سنوات أنت قبلي منذ خمسة عشر سنة ماذا تقول عن هذه القناة؟ أنا بالنسبة لي أرى أنها فضاء حر ماذا يمكن أن يقول الشيخنا عن القناة؟ أنا أقدر هذا السؤال وأقدر هذا الفضاء الذي هو أولا من نتول من الله عز وجل ونشكر من جعله الله سببا في هذه القناة وأقدر كثيرا 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 هذا الفضاء الذي من خلال معلوماتي لأنه يتابع حتى في خارجي الجزائري شرقا وغربا شمالا فإذن كنا نأخذ حصة حديد ديني لعشر دقائق تلتاشر دقيقة نعاني نوعا ما ولكن الآن الحمد لله قناة كاملة للقرآن الكريم حتى القنوات الأخرى سواء الدولة القطاع العام أو القنوات الخاصة للإسلامي للديني فيها نصيب فنحمد الله على ذلك ونشكر كل من كان سببا في هذه الفتوحات المشي المكية الفتوحات القرآنية إن شاء الله شيخانا وأنا أزعم أني تعلمت منك الكثير ومما تعلمته منك الوفاء وأحساب أنك تعاملت بهذه الصفة مع هذه القناة أعلم جيدا ربما نقول دائما أعلم أشياء لا يعرفها كثير من الناس أنت مطلوب لك شعبية لك مشاهدين لك مريدين أعلم أن قنوات عديدة عرضت عليك أن تكون فيها وأن تكون في مرمجها بعروض سخية لكنك أبيت وأنت ذكرتني وقلت لي أسباب أبيت إلا قناة القرآن قلت لي لا أبتغي عن قناة القرآن بدلا لا قلت كلمة يعني أنا من شيء تجرد على الصواق أنا عندي محل وهذا قالت قرآن لا وكذلك يعني عندما طلبت مني جرائد أخرى فرفضته قلت عندي جريدة معينة عندي قناة معينة عرفني فيها الإخوة المشاهدون فلا أحب أن أغير عنواني لعنوان ثابت ومن الوفاء لأنه عندما يثق فيك جهاز ويمكنك وأنا أقوله بكل صراحة والله إلا لم أسأل يوما عن ما قلت هذه شهادة مهمة شيخا أنا كثيرون يأخذون انطباعا عما قلت وعما كاتبت أو عما قلت في المساجد فالحمد لله يعني قال لي بعض الإخوان إن كلامك أحيانا ينزل علينا بردا وسلاما أحيانا يزعجنا ولكننا نعرف أنك لا تخدم أي تجهة إلا الوطن والقيم التي تؤمن بها وهي قيم الشعب الجزائري الإسلام أولا ولغاته ثاني والوحدة الوطنية دينية وترابية ما شاء الله شيخنا هذا الجواب يفتح لي الآثاق لأسألك سؤالا وليس سؤال وشيئنا نعشته الإنسان في الغالب إذا كان عرف بالطابع الشعبي فيصعب عليه أن يتعامل مع الجهات الرسمية إذا تعامل مع الجهات الرسمية قد يكون صعبا عليه أن يتعامل مع الجهات الشعبية أنا أشهد وأنا جالستك منذ أكثر من ثلاثين سنة أن لك قبولا وحبا عند الطرفين أما الحب الشعبي فهو معروف يعني لا تكاد وأنا أمشي معك كنا أنت تذكروا هذا في معرض الكتاب وقلت لك يا شيخ كيفا؟ قلت لك رأينا عشرة يبوسوا كتاب أشي يبوس لنا واحد قلت لنا رأينا ما؟ أنا رأينا من السبعينات وانا نجبت وانا نجبت لكن أنا أحسب أن هذا الحب ليس فقط من أجل هذا التاريخ الحافل لكن للأمانة لكن أيضا أشهد أن جهات في الدولة جهات رسمية تعظمك وتقدرك وهذه شهادة أقدمها الآن أشكر كل من أحسن الظنبي وقلت لك حقيقة لأنه أنا لم أتحزب في حياتي فلا أخدم شخصا أو حزبا أو جمعية إلا جمعية العلماء اللي هي جمعية غير حزبية ولكنها سياسية لأن الإسلام لا يجب أن تغطي الشمس بالغربال وشي والإسلام النهي عن المنكر والأمر بالمعروف إذن فأنا لا أخدم تيار معين أمقت الخيانة وعلى رأسها خيانة الوطن أن أكون أحرك من جهة أخرى وقد طلبت بعض الخناوات الأجنبية أن أتكلم فرفضت رفضا بعضها يسارع كثيرون إليها الحمد لله وأعلم هذه القناوات الحمد لله يعني الذي عاصمني بفضل الله عز وجل أنا أحب الجزائر حبا جما ولهذا لن أدخل في أي لن أسئ إليها ولو بكلمة للجزائر قد أنتقده قد أكون غير مصيبا في انتقادتي ولكن الجزائر فوق كل اعتبار كما قال المبدأي مع بن باديس الجزائر الوطن فوق كل شيء والحق فوق كل أحد سبحان الله الشيخ كلامك يقول بعضه إلى بعض حتى أخرج من هذه النقطة من هو الشيخ الحسني كيف نشاهد الشيخ الحسني ربما وهذه الفكرة مهمة ربما يرى البعض قلت لك البعض يقول لك بين كره الشيخ الحسني للتملق والتطبيل وبين عدم عدائه مع من يصاحهم مثلا يعني قد يسمع الشخص كلام الشيخ في المسجد فيعتقد أن الشيخ لا علاقة له أو يكره كل ما هو رسمي فباب النصيحة فقط أنا أقدر لأنني أنا بلك شيء من جيل تاكم وبرك الله فيك أشرت إلى أن ساعدت أيضا بأنك كنت من طلبتي لكن أنا أدركت العهد المظلم العهد الجباروتي في فرنسا ولذا وقد كان الشيخ العباس رحمه الله يقول لي لقد كنا في وقت من الأوقات نتسأل من نحن هل نحن فرنسيون ما يقبلوناش هل نحن جزيريون منكر علينا هذا نحن عرب ما عندناش اتصال معهم إلا مع أقريبان الباقي منا مفصولين على العالم العربي والإسلامي فإذن من حبي لهذا البلد هذا أريدها أن تكون في القمة وأشياء بسيطة جدا يمكن أن تجعلنا من دول ولم يعني أننا نبني دولتنا حجرة على حجرة بدون تجالي من العدم ليس إشاء جديد نعم فيما بعد أن أكون لحالتا ولا أطباء دكتور ساعد شيبان ولا دكتور محمد بالرضوان رحمه الله ولكن لهما مبلغ من العلم حتى العلم الإسلامي وأيضا كانت عندنا إطارات يمكن إذا استغنينا عن سي ساعي شيبان وعن سي محمد بالرضوان جبناها من القطاع الديني فعندنا من ينوبوا من يقوموا مقامهما في الميدان الطبي وأنا أشهد شيخ أنا دائما ما تقول لي إن لما نكون في أماكن في جهات في إدارات تقولي الأمر تغير وتحسن الأمور ما شاء الله الآن هناك تطور هناك ثقة فاعل يعني أنت تتفائل ما في شكل أنا درست عندما كانت الجزائر فيها جميع واحدة حدثا متوسطة جيت شيخ من جيجل إلى متوسطة جيت من جيجل إلى مدينة الجزائر الثانوية ذهبت إلى الكويت فالآن الحمد لله أولادي درسوا الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعي في مدينتهم وأمام أمهم وأبيهم وجدهم الأخي وإجدادهم وجدهما إذن فخطوة كبيرة جدا جدا قطعناها نريد الأحسن كما يقول الشاعر ولم أرى في الناس عيبا كنقص القادرين على التمام نحن قدرين نكون أحسن فلماذا لا نكون أحسن وهذا ما يعني كما قال واحد أخ في أفلو دردي وانشئ العنوان ونحمل القادم يا قلبي أحلى هذا ما يخلينا نأكد شيء وهو أن الشيخ الحسني يحب هذه البلاد الجزائر ويكره بلدا استعمرتها وسابتها سوء العذاب معرفك نشوفه شيخ الحسني يقول لي واحد أرى حب الجزائر ويكرها فرنسا وأذكره جيدا ذلك الشخص الذي أضف الشعاء إلى شعار جميع العلماء الجزائر والعربية والإسلام قال لك وفرنسا عدواتنا وفرنسا أحتمي ذلك غاية الفرح وقلت سأدوين لا لأنه الاستعمار هذا والاستعمار يسميها شيخ البشير كلمة مظلومة لأنه أصلها طيب في العربية هو أنشاءكم من الأرض واستعماركم فيها ولكن يعني وضد شيخ محمد الفرح يقول أنا ضد المقولة اللي يقول خطأ وانشاء عخير من لا الخطأ وخطأ ولذا الاستغلال الاستدمار كل هذا إذن فهذه الدولة هذه لوصفها أبناؤها الدولة السارقة الدولة الظالمة الدولة الكاذبة ما فعلته معنا سمها واحد مليح تسميها مليحة هذا الكلام الاحتباس الحراري وهذا سمها الاحتباس الحضاري 132 سنة نحن أذكر لك قصة كتبها جون دانيال هذا جون دانيال فرنساوي يهودي كان في البوليدة من زملاء سيبان خدس عبان رمضان سيسعد دحلب رحمهم الله عنده كتاب اسمه طانكي راست زمن المتبقي وعنده جريدة اللي هي نوفال أوبسيرفاتور يقول في التلاثينيات وسط التلاثينيات عنده صديقه طفل أصابته حمى وكان اليوم يوم أحد كل الأطبام في راحة فالعائلة كانت منزعجة بوضع الطفل فتذكر أحد أفراد العائلة قالهم ياميسا عراب طريب عربي وهذه كلمة عراب الفرنساويين هذا الصليبيين مع الأسف يطلقوا على الجزائرين ثلاث كلمات إما عراب إما ميزيلمون إما أنديجان وهما مديين اسم الجزائرين لزاجرين فقال هذا واحد من أفراد العائلة هو كين عراب ميتا عراب ينطق الآخر قال له يترك في كامل قوك العقلية طبيب العربي هل تظن أن عربي يمكن أن يكون طبيبا وذكر اسم الطبيب وهو مصطفى اللقب ما ذكرش الاسم ولكن ذكر هل نقول اسم الكتاب الآن الحمد لله في الجزائر بطولها وعرضها زجملي 300 ألف كيلومتر مواربع ما عندنا فرملي في فرنسا بينما فرنسا تعج بآلاف الأطبع بآلاف الأساتذة الذين يدرسون الفرنسيين في فرنسيتهم لغتهم في الابتداء في المتوسط في الثانوي في الجامعات فعندما يقول الإمام بن باديس في 29 طينات الجزائري طينات علمين وذكاء إذا واتتها الظروف فهذه الظروف الآن تواتي الجزائريين وإصبحوا يعلمون الإسلام حتى لمن نزل الإسلام في أرضهم نعم صحيح شيخ نونتك تكلم عن الجزائر وهي بلد قر أكبر بلد في إفريقيا عاشر أكبر بلد في العالم وأنت طفتها جميعا ودائما تقول لي تخصني بديناتين هذه الأنولة ولاية جانت وإليزي أظن أن واحدة ستخرج عن قريب والعشاء يكون قريبا المدن التي هي كل الجزائر يحبها الإنسان لك أن أنا يعرف من حكم خالطة لك كين مدن أماكن ذهبت إليها تحبها تحن إليها تود دائما أن ترجع إليها تركت فيك آثار هي الجزائر كلها كما قال شيخ الباشير إبراهيمي يتكلم عن نفسه شوقا الجزائر يقولها إنه يعتقد في كل جزيرة قطعة من الحسن وفيك الحسن جميعه لذلك كنا مفردات نقول جزيرة سقلية جزيرة كورسيك جزيرة مالطة وكنت جمع الجزائر فإن قالوا الجزائر الخالدات رجعنا فيك إلى توحيد الصفة وقلنا الجزائر الخالدة وليس بمستغرب أن تجمع الجزائر في واحدة إذن فكل ومدن الجزائر جميل مليحة ولكن هوايا مع ثلاث مدن محروض هذه المدن تلمسان أولا لأنه فيها بقية مما ترك أسلافي في الحضارة في العمران خاصة المساجد كثيرة جدا في تلمسان وهذا يدل على الشعب وخارب لما يعرف في تلمسان مثلا مسجد أبي الحاسن ومسجد الكبير في تلمسان بيناتهم 40 متر ولا 50 متر فكل هذا يدل ولكن الجريمة التي ارتكبتها فرنسا المدينة الجزائر الصغيرة التي هي بين باب الواد وباب عزون وباب جديد وباب الجهاد كانوا يسمى فيها 112 مسجد على الأقل 112 لم تترك فرنسا إلا أربعة أحيانا يزيدوا الخامس اللي هو مسجد سيدة عبد الرحمن هو ما قام زاوية ماشي مسجد يعني حتى أماكن عبادة إذن تلمسان هذه العبادات بيجايا لموقعها الساحر الجميل حتى أنه بالفقون عندما زارها قال يا سائل عن وصفها إن كنت ذا نصفين قل جنة الخلدي فيها الأهل والولد كذلك مدينة غردايا التي لم تمسسها يد فرنسا كثيرا لم تفسد الطيراز العمراني والبناء اللي فيه الحشمة فيه الوقار فيه المحافظة على يعني جميلة جدا وخاصة الآن فيه حي جديد شفنا من أروع ما يكون منظن خذوا عليه جائزة مؤخرا كل قطعة في الجزائر فيها جمال فيها مذاق فيها ولكن هذه المدن ثلاثة التي أسكن فيها عندهم ما كان يتجيرون فيه وما كان يسكنون فيه أنا كنا نحبهم لكننا أحببناهم أكثر أنا عن نفسي أحببتهم لمخالطة بك وكان لي الشرف أنا ذهبت معك إليهم أكثر مرة إخواننا الإباضية ذهبت معك في مهرجان الوفاء 2009 الشيخ العدون رحيبه الله تفسير الشيخ عباش للعطف ذهبنا لتفسير الشيخ بيوظ أنا أعلم أنك تحمل ودى وتحبهم وأيضا يبادلونك الحب بل يحبونك حبهم شاهدين الكراب كان هذا وقائع الجزء الأول من حديثنا العفوي طيب مع شيخنا شيخ محمد الهد الحسني طبعا الحديث معه طويل المحطة محطاته طويلة لقاءات معه كثيرة سنضرب لكم موعدا إن شاء الله في الجزء الثاني لعتي الجلسة الحاميمية جلسة حامل المسك اشتركوا في القناة